مرحباً بالجميع، ثري دايزي هنا، مرحباً بكم مرة أخرى في قناتي. اليوم سنغوص في أحدث إصدار من سونو 3.5، وسأريكم كيف أستخدمه. مع سونو، لديك خياران. الوضع الافتراضي ووضع التخصيص الوضع الافتراضي مثالي للمبتدئين، عليك فقط ملء ما تريده أن يكون موضوع أغنيتك والنمط. ولكن إذا كنت مثلي وتريد المزيد من التحكم، فإن وضع التخصيص هو الخيار الأفضل. أبدأ بإدخال عنوان واختيار النموذج الأحدث من سونو. تحديث سريع تم نقل اختيار النموذج الآن إلى أعلى الصفحة. في قسم نمط الموسيقى، يمكنك إدخال نمط الموسيقى الذي تريده أو استخدام الميزة الجديدة. اختار استخدام كلمات الأغاني الخاصة بي، ولكن يمكنك أيضاً اختيار توليد كلمات الأغاني تلقائياً. فقط قم بوصف ما تريده. انقر على توليد كلمات، وسيقوم سونو بالباقي. بمجرد أن أكون سعيداً بإدخالي، أنقر على إنشاء وأحصل على مسارين. عندما يظهر زر تشغيل، يمكنني الاستماع إليهم ومراجعتهم. المساران الأوليان ليس من نمطي، لذلك أحاول مرة أخرى. النتيجتان التاليتان لا تزالان ليست ما أبحث عنه، والمسار الثاني ذو جودة صوتية رديئة، لذا أعطيه تقييماً سلبياً. يستخدم سونو هذه الملاحظات لتحسين نماذجهم. ألاحظ أن سونو لم يضف مقدمة، وبدأ في الغناء مباشرة، لذا أضفت علامة ميتاً لمحاولة فرض مقدمة. هذا لا يعمل دائماً ويعتمد على النوع، ولكن يمكنك دائماً اختيار خيار الموسيقى الآلية كمقدمة. يمكنك العثور على مزيد من التفاصيل في فيديوي السابق. عند التفكير، أريد تعديل نمط الموسيقى، لذا أقوم ببعض التغييرات وأضغط على إنشاء مرة أخرى للمسارين التاليين. المسار الثاني جيد، ولكن ليس مثالياً. أستمع بعناية لتحديد الأجزاء التي أحبها والأجزاء التي أريد تجديدها. أعطي المسار تقييماً إيجابياً. أنقر على تمديد، وأدخل التوقيت الصحيح. أزيل النص المغنى، وأنقر على زر التمديد. الآن، ألاحظ أن الانتقال من الكورس إلى المقطع سريع جداً. أصلح هذا بإضافة علامة ميتة إضافية. وعندما أنتهي، أنقر على تمديد مرة أخرى. كانت النتيجة الأولى هي الأفضل. لذا أعطيها تقييماً إيجابية، أنقر على تمديد. أجد النقطة التي أريد الاستمرار منها. أدخل التوقيت الصحيح، وأزيل النص المغنى. في بعض الأحيان، لا يبدو الكورس نفسه، ولكن حيلة مفيدة هي جعلها أغنية كاملة. هذا يعطي أغنيتك ذاكرة أكبر، مما يحافظ على الخط اللحني بشكل أفضل. عندما تكون الأغنية الكاملة جاهزة، أستمع إليها. أعطيها تقييماً إيجابياً، أنقر على تمديد، وأدخل التوقيت الصحيح مرة أخرى. الآن بعد أن أصبحت كما أريد، أقوم بإنشاء أغنية كاملة أخرى. لكنني لم أنتهي بعد. أقرر تكرار الكورس بعد النهاية الأصلية. للكورس الأول، أريد أن يكون قليلاً بدون موسيقى. لذا أضفت علامة ميتة، وللكورس الثاني، أضفت صدى للكلمة الأخيرة بتكرارها بين قوسين، وإضافة علامة ميتة للتلاشي. لإشارة إلى الذكاء الاصطناعي أن الأغنية يجب أن تنتهي، أضفت أند بين الأقواس المجاعدة. أعطيها تقييماً إيجابياً، أنقر على تمديد، أستمع إلى أين يجب أن تستمر، أدخل التوقيت الصحيح، وأنقر على زر تمديد مرة أخرى. ينتهي المسار الثاني تماماً كما أريد، لذا أعطيه تقييماً إيجابياً، وأقوم بإنشاء أغنية كاملة أخيرة. الآن، إذا أردت يمكنني إعطاء الأغنية صورتها الخاصة، يمكنك تخصيصها بإدخال طلب جديد أو تحميل صورة كما أفعله الآن. أخيراً، أضبط أغنيتي على عام. هذا يمنحها فرصة للظهور على الصفحة الرئيسية لسونو، ولكن كن على علم بأن الآخرين يمكنهم استخدام أغنيتك. إذا كنت تريد إصدار أغنيتك على خدمات البث، فكر في ما هو الأفضل لك. هذا كل شيء لليوم. إذا وجدت هذا الفيديو ممتعاً ومفيداً، أعطني إعجاباً وتابعني للحصول على تحديثات حول الميزات الجديدة. تلميح يعمل سونو على تحميلات الصوت، وإذا كنت تعتقد أن هذا كان رائعاً بالفعل، انتظر حتى ترى ما هو قادم. أراك قريباً.